نرحب بكم متابعين الأوفياء وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله سأضع فيديو جديد وبوصفة جديدة سنقترح لكم غاتو غلاسي ناجح من أول جريبة اليوم إن شاء الله سنحضره بغلاساج سبيدر إن شاء الله سننجح معكم من أول جريبة ويأتيكم رائع بزبزب أكيد مست شوكولاتة اللي غاية في اللداء وبطبقة مقرمشة اللي بسيطة وسهلة كيف معودكم دائما وكيف العادة كنوجه تحية كبيرة للناس اللي يلا كيلتحقوا بالقناة كيلتحقوا بليباج ولا الناس ديال ليباج كيلتحقوا عندي بالقناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم كنتمنى المحتوى اللي كنقدم لكم إلى الإجاب ديالكم ويرقكم كيف العادة أي اقتراح معلكم غتخليوا لياء في التعاليق على بركتي الله كأول قاعدة غاد يندزوا نحضرولا جينواس اللي غا نحتاجوا فيها 8 ديال البيضات يكونوا كبار ويكونوا بحرارة المطبخ عدنا 240 جرام ديال سكر حبيبات ساشي ديال فانيليا رشة ديال ملحة وكنتربو الخالد ديال نحتكي بيض مزيان 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 الملاحظة اللي غا نشير ليها هنا يا بالنسبة للسكر حبيبات من الأفضل يكونوا يعني ذلك سانيدة تكون رقيقة يعني هذي ضروري هذي النقطة كنشير ليها باش هكا يعني الوصفة نجح معاكم ثاني نقطة غا نشير ليها أن لوبول ديال كوم يدين ديال الطراب يكونوا ناشفين ممسوحين مزيان ودائما البيض يكون بحرارة المطبخ هدا بالنسبة للا جينواس ضروري هذي النقطة كنطربوه مزيان حتى كي يضعفنا الخالد ديالنا ثلاثة ديال المرات ما زال غا ندين نطرب حتى كي يتقيل معانا الخالد وكي يقول يتقيل بزا 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 دارو راحتوا معايا فانا ورزكم القاوم لأنه ما زال خفيف شي شوية إذا كان في هذه اللحظة هذي وحبستو فلا جينواس ضروري لكم ما غا ديش نجح معاكم يعني نقطة كنشير ليها دائما هناك فيما غا تلاحظوا القاوم فهو تقال مزيان 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 كنناخدو مئتين وربعين جرام إذا كنا غا نستعملوها يعني الفلون الأبيض يعني بلفاني غا نديرو الكيمياء كلها دقيق كنتو غا تستعملو بحالي غا تديروها بالكاكاو فانتوما كتحيدو ما يعادي لعشرين جرام وكتعودوها بثلاثة ساشيات ديال الكاكاو ولا تقريبا هكا كعشرين جرام ديال بودرة ديال الكاكاو تكون النوعية جيدة ودائما كنتستعملو هكا سباتيولا ولا الفوي هكا بحركة دائرية الدقيق اللي كان عندنا مغربي من جوج حتى ثلاثة المرات ودائما باش نجح معاكم للجينواز يعني باش ما تخافوش ان الجينواز ديالكم تطح معاكم كتضيفوا هكا واحد ربعة جرام ديال الخمير كالحلويات هكا لحسب فورن ديال الغازي لكنتو غدتستعملو بحالي غنستعمل انا يعني كتديرو هكا واحد ربعة جرام ديال الخمير كالحلويات حتى بعض المرات انا كانت استعملت منيا ولكن في هذا الوصفة هذه قدرت اربعة جرام باش هكا كيستاعد لي لجينواز ديالي تنجح معايا والطيب ومتيبش ثاني نقطة غدي نعطيها لكم اللي هي كيفما كنقول لكم دائما غدي نضيف واحد جوج ديال المكونات هنتو ما غتلاحظوا معايا كيجيب الكيك ديالي ولا جينواز كيجي خفيفة ناجحة ممكن استعملو على شكل روولي كيجي غزالة بثاف دائما كنخلطو بحاركة دائرية كيفما لحظوا معي وما نبالغوش هنا لاحظو كنضيف جوج مع القضية الحليب وجوج مع القضية الزيت اللي كندمجهم جيدا في واحد الكاس وكنضيفهم فهما كيعطي واحد طراوة كيجي لجينواز ديالي كيجي خفيفة كيفما بغيت وإن شاء الله فقط تبعوه يعني النقط اللي كنعطيكم إن شاء الله الوصفة غتنجح معاكم وغتبلي معتمدة عندكم فهذه الآثناء كنفرغو الخالي بدينا فلاتة الفران كيفما تلاحظوا معايا بابي كويسون يعني كتكون مفرشة كنفرغوها هكالخاليض كنوزعوه مزيان كنشدو اللاتة كنضربوها مع الطبلة هكا مزيان مزيان حتى ثلاثة المرات كندخلوها للفران اللي مسخن من قبل على نار اللي كتكون مهيلة فران ضرور يكون مسخن عشر دقيق من قبل كندخلوها لطفايا كتتأخذ معانا مينبا واحد عشرين دقيقة هكا ودائما على حسب الفرن ما تقيدوش يعني على حسب الفرن كيفما كنقول يعني هاد النقطة اركزو عليها كالفران اللي كيطيب ربع ساعة كاللي كيطيب تناشر دقيقة فاللي عندي انا كيطيب كيفما قدتكم في ديال الغاز عشرين دقيقة هنا كيفما لحتم معايا اخديت جوج سفر ديال البيض ضبط عليهم ساشي ديال الفانيليا ممكن نضيفوه ممكن لا إلا كالمطفور ستعملوه كنضيفو عليها جوج معلق ديال سانيدة وكيفما لحتم معايا غنضيف عليها الحليب اللي رديت فوق البوتاطة قريبا ما يعادي الكاز ديال العنبا وضبط عليهم معلقاء ديال قهوة سريعة الدوابان لأن هاد الكريمة الإنجليزية بمضاق ديال كافي كتجي غزالة بزاف غير جربوه إن شاء الله على دامنتي ممكن في هاد الأثناء هادا غتستعملو الكريمة يعني استعملوه لا لا ولا أي نوعية كتردوها فوق البوتاطة وهي اللي كتخدمو بها الكريمة الإنجليزية ديالكم كانت ما متوفراش فانتم غتديرو نفس المرحلة ديالي ديرو غير الحليب سواء سالم ولا الحليب العادي وديرو نفس الطريقة ونفس المراحيل اللي كنحضر معاكم الوصفة بها هنا مبعد ما الكريمة الإنجليزية يردينها على البوتاطة قالت ضروري وتردو بالكم أنها مش متحببش معاكم كنضيفو عليها مئتين جرام ديال شكولات غيش نوعية جيدة كيعطي واحد المضاق اللي غاية فلدة يعني ضروري تستعملو هاد الشكولات غيش لأنه يعني في لزون تغومي ديالنا ضروري يستعملو شكولات نوعية جيدة يعني من الأفضل يعني ما يمكنش أنا نضيرو يعني شكولات غيش عادي ما غير يعطيناش المضاق اللي احنا بغيين وغيجينا يعني ذا كلاموس ستجي حالته هنا لاحظوا معايا كيف اللون ديالها تغير كريمة الإنجليزية من بعد ما ضفنا عليها شكولات غيش هنا غادي نضيف عليها كيفما لاحظتم معايا واحد الورقة ونص ديال الجيلاتين يعني من ورقة حتى الجورقات غباش هكا كلاموس ديالك تقع عقدة إلا إلا كنت غادي نستعمل الكريمة وإلا كنت غادي نستعملها كيفما قلت لكم كيميا 300 غرام ديال الشكولات غيش فهد الأثناء فأنا ما كنضيفش الجيلاتين لأنني كنستعمل غير الشكولات فهو كيكون فيه نسبة ديال كاكاو اللي كبيرة وكتجيني الكريمة ديالي ولا لموس ديالي عقدة هنا كيفما لحتوا معايا خديت 280 غرام ديال الكريمة أنا استعملت معاكم هلا دائما كنقول لكم النوعية اللي كنستعمل غادي نطربها مي مونتي كيفما غا تلاحظو معايا ما خصوش تتعقد بزاف لاحظو معايا خصوش تكون عليها تشكل هذا ومن بعد ما كيد فالية ولا كتبرت تماما داك الكريمة الإنجليزية بمدق ديال الشكولات والكافي كان بده نضيفها على دفوعة وأنا كنحرك بحركة دائرية يعني كنخلط عفوين بحركة دائرية حتى كتندمج لي الكريمة الإنجليزية معا لا موس ديالي ولا الكريمة ديالي كيويلي خاليط واحد ومن بعد غادي ندوزو إن شاء الله باش غادي نمونتي والقاطو ديالنا وكيف العادة كنرحب الناس لي الله لتحقوا بالقناة وبالناس اللي دي جمعايا في القناة كنتمنى الوصفات اللي كنقدم لكم ينالوا الإعجاب ديالكم ويروقوكم كيف العادة ما تبخلوش عليها هكا بالبرتاج ديالفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء والمعارف ديالكم خليوا لي يتعليق زوين بحالكم وله لا يخطيكم وشكرا بزاف بزاف وكيف العادة اللي كيبغوا هكا وصفات متنوعة مختلفة إن شاء الله غادي نخلي لكم الروابط ديال الوصفات اللي سبق ليا درجت معاكم دياليزون تخومي كاملين إن شاء الله سواء ديالسان فالنتاين ولا ديال الوصفات كاملين غادي نخليهم لكم صندوق الوصف إن شاء الله هكا باش يكون عندكم اقتراحات مختلفة ومتنوعة كيف ما غا تلاحظوا معايا فهد القاطو هذا كيخرج ليا تقريبا زوج كيلو للناس اللي كيبغوا يخدمون لكموند هكا فبالنسبة احنا في مدينة فاس فالأتمينا كتكون شوية طايحة بعكس الباتيسريات فالتمن كيكون طالع إلا خدمتو هكا إلا أخذيتو هكا إلا الباتيسري يعني كيف ما تلاحظوا معايا كانت استمر بنفس الكيفية حتى كانت ندمج يعني كريمة الإنجليزية بالشكلات مع الكريمة اللي طربنا هكا كريمة السائلة وكن حصلت له لوحد الاموس اللي كتكون رائع بزا 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 فلاحظوا معايا كتجي غزالة بمادق اللي خاطر هنا فانا اخذت عن المدينة ديسريات ديسرياتي اصبحت منه واحد طرئة في هكا ديسرياتي ودرت له كيف ملاحظوا معايا سأضافت بها الطريقة كيفما ممكن تضافت بالمقلوب سبق لي اضافت بها غذو بالمقلوب ندير الكريمة هي اللولا كندير الجنواز إنما كانت ندير الكولي فهذا غذو فيه ثلاثة طبقات الالجنواز كيف ملاحظوا معايا قدرت الطبقة الأولى للجينواز نقطعها إلى ثلاثة نضيف كيفما لاحظوه نسقي فقط واحد شوية بالنسبة للقاعدة والطبقة الأولى فنحن لا نسقيه بزاف غير شوية فقط نضيف كمياء من لاموزيالي سنستعمل معه كيفما تلاحظو الطبقة المقرمشة فأنا ندرسها اقتصادية خديت القرقاء اللي سهدته مزيان مزيان ومن بعد فأنا هاشيته هكا الطريفات اللي بينين مزيان ونضيف عليه نسلي كراميل صدقوني فهذا هالطريقة هذي يجربوها ان شاء الله وردو عليها كتجي رائعة بزاف بزاف خصوصا مني كي يجمد القاطع ديالكم وكتقطعوه كتشوفو ذاك الطبقات ديال نسلي ولا ديال الحليب المركز المحلارة رائع بزاف بزاف كي يجيغزال مادق لي خاطر بزاف فبالنسبة للطبقة الثانية كنستعملوها ذاك القطع اللي كيبقى هو اللي كنديروه في الوسط كنحاولو انقادوه مزيان كنضغطوه واحد شوية بشكل بشكل متساوي هنا كيفما كتلاحظوه معا فانا كنسقي بالحليب بشكل غاطو ديالي ما كيجيش حلو اكتر من القياس ممكن انكم تستعملو السيرو للقاعدة ديالو معروفة كيسان ديال الماء مع كاس ديال السكار او ممكن استعملو غيكاس ديال الماء مع نسكاس ديال السكار كنسموه سواء بلاترنش ديال الحامد سواء بالكافي سواء بالفاني يعني كيبقى لكم انتما حرية الاختيار هنا كيفما تلاحظو معا كنحط عاوثاني كمية ديال اللاموس وغادي نحاول نوزها بشكل اللي كيكون متساوي ممكن تستعملوها كسباتيلا كوبات ولا اي حاجة متوفرة عندكم واللي ما عنداش هاد شي كامل غير معلقة هكا فهي كافية انكم تقدو بها القاعدة ديالكم مباشرة غادي نضيف عليها طبقة مهمة من القرقاء كيفما لحتو وغادي نضيف عاوثاني الحليب المركز المحلى كيفما قنقول لكم غير جربوها الطريقة غادي تنال اعجاب ديالكم غادي تعجبكم ان شاء الله بحول الله وغادي نضيف الطبقة الاخيرة ديال اللاجينوز هنحاول نضغط عليها قليلا غادي نكبر الايطار قليلا وغادي نضيف طبقة اللي كتكون خفيفة ولا رقيقة ديال اللاموس بها باش غادي نسد هكا القاعدة ديالي فانا تبقت لي اي واحد الكيمياء بقاولي واحد القطع الصغار ديال اللاجينوز وغادي نضيف واحد القاعدة صغير يعني خليسوا في الكواليس كيفما تلاحظوا هنا نضيف الفيلم المنطيق ضروري مني نضيف الطبقة الاخيرة نحاول نضيفها جيدا وقد ندخله مجمد حتى يجمد معنا المدة من الافضل من الافضل 12 ساعة يعني حتى يجمد مجمد فهذه الأثناء نضيف القطع حتى يدي كونجولة ومن بعد نضيف الكنجلاتور على ما نضيف القلاسات كيفما تلاحظوا القلاسات يجب أن يكون دائما ما بين 30 و 28 وهنا كيفما تلاحظوا معي هذا كيفما تلاحظوا فأنا أخذت غير الناباج ودرته في حمام مائي حتى تطلق وخدمته مزيان ودرت عليه المول الماء كيفما تلاحظوا معي دهبي انتوما ممكن تستعملوا ضروري هكذا اللون يعني نقري ستستعملوا في الطريقة جمعة الكبار الناباج تخلطوا معها أي لون وانتوما بغيتوه تديروا هكا يعني هاد الحركة يجب أن تديرها ضروري بسرعة القلاسات يكون كيفما قلنا 28 تديروا سباتيولة حديث تديروا على هاد القلاسات وكدوزه مع الخوية التي تخوي بكل شيء فانتوما تدوزوا بسرعة كيفما تديروا سباتيولة وتديروا الوصفة لكم غزالة بسرعة اذا كيفما تديروا معي فانتوزت لها 61 تديروا مجنب وقدرت لها كيفما تلاحظوا معي لفيدوغ يعني زينتوا بهذا الشكل هذا واحد العقيقاء اللي تديروا معي زين لي هو بسيد أراقي في المنظر وصفة لطوب دوطوب متابعنا في الوصفة لنا وثلاث نهايتها كتمنى تكون لدينا الإعجاب لكم ورقتكم وكان اعتادر بزا 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 لانني روي الفيديو كله هدرت من الأول حتى الآخر باش هك كان وسط لكم الفكران وسط لكم المعلومات وكيف العادة إذا كان شي حاجة ما واضحاش ما فهمش ما عليكم ستكتبوه لي بتعاليق أكيد سنجاوبكم عليها إن شاء الله وصفة اللي كانت تستحق تجربة نجحة من أول تجربة كان شي حاجة ما واضحاش كتبوها لي وكيف العادة ما تبخلوش عياء بالبرتاج فيديو فيما بقي التواصل الاجتماعي الاشتراك بالقناة بالضغط على الزر الأحمر مع تفعيل زر الجرس كمونتر زوين بحالكم لايك للإعجاب بشكل فيديو كي تلونسا عند أكبر عدد من المتابعين هكدا كنت تحفظون أن أعطيكم وصفات اللي جديدة راقية سهلة في التحضير وكيف العادة تحمروا وجهكم قدام ضيوف ديالكم وللتليان اللي ما لا إذا المتابعين الأوفية وصفتنا ونصلت النهاية وكيف العادة دومتم في رعاية الله وحفظه إلى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة